أسعد الله ومساكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تسؤولات هذا المساء سنخصصه للحديث عن شأن تربوي يتسأل الكثير عن نظام تقييم المكتسبات الخاص بتلميذ السنة الخامسة ابتدائي خاصة مع اقتراب موعده نتعرف على تفاصيله في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هاجر زلينف فلنتبه الأسبوع المقبل تنطلق عملية تقييم تلميذ الخامسة ابتدائي من خلال نظام جديد اسمه تقييم المكتسبات غموض يشوب الطريقة بعد أن كثرت التأويلات المغلوطة التي تربك التلميذ أكثر من أنها تفيده لهذا الغرض سنوضح الصورة للأولياء أولاً ولتلميذ المعنيين ثانياً إلزامي لأننا نريد به الوقاية لا يمكن أن نرسل متعلم إلى برحلة تعليمية دون أن يكون له دفتر صحي بدغوش سيتلقى أستاذ التعليم المتوسط بداقة تشخيصية مادة بمادة لكل المكتسبات التي يتملك فيها المتعلم بشكل جيد أو بشكل ممتاز بشكل مقبول بشكل متواضع والتعلمات التي يعاني منها لكي يقوم بالتكفل به في التعليم المتوسط النقطة الأولى النقطة الثانية عملية العلاج لا ننتظر حتى نصل إلى التعليم المتوسط بل ممكن أن نتدخل أثناء عملية التقويم بعدما ينتهي هذا الامتحاد يواصل الدراسة لتكميلة بقية البرامج أو لتصحيح أو تعديل بعض الاختلاف التي تطرع عند المتعلم فالذي له القدرة على الحفل سيجد نفسه الذي له القدرة على الفهم والاستعاب سيجد نفسه الذي له القدرة على المشافهة والآداء الشفوي سيجد نفسه بعد هذه التوضيحات حتماً لا يوجد ولي لا يريد معرفة نقائس ابنه من أجل معالجتها قبل وصوله لمراحل متقدمة من الدراسة تصوري حتى لو كان عنده صفر في اللغة العربية وجاب ستة ستة في اللغة الفرنسية ورياضية حينتقل يقول عنده قارئ من جيد وهذا يعني ما يبينش الحقيقة تعوش تكتسب التلميذ واش تعلم والمستوى ته بهذا الطريقة هذي راح نبينه يوضح الأمور يوضح مستوى الحقيقي تعال التلميذ على بعض الزامة التلميذ استوعب التلميذ ناقص نقوله في هاد المالا راح تكون فيها يعني باش الأستاذ يشوف برك المستوى تعال التلميذ واش استوعب في هاد خمس سنين بس هاد التلميذ راح كسب المعلومات كسب المعلومات هذي المعلومات هي هدرأ لها في الورقة التي عو راح بون طريقة بسيطة جدا هي المدة كي نقوله هكذا خمس وعشرين يوم الناس تشوفها كبيرة في هذي المدة كانت مية وطنع شن ساعة دراسة اللي هتكون فيها تلات عشر ساعة امتيحة هذه هي فقط ليهي بالنسبة حداشم مية حداشم مية بركة التخلي عن نظام التنقيط شيئا فشيئا والبداية كانت مع نهاية مرحلة التعليم الابتدائي هو المعمول به في الدول التي تحتل المراكز الأولى من حيث نوعية وجودة التعليم إذن مشاهدين للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الأسد سيد أحمد بو سالم عضو المجلس الوطني لنقابة السنتيو سيدي مساء الخير أهلا وسهلا بك مساء النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك عيد مبارك لكل الجزائريين عيد مبارك للأسرة التربوية بالجزائر شكرا نزيل لك أستاذ إذن كما تبعنا في هذا التقرير الحديث هذه الأيام حول نظام تقييم مكتسبات التلميذ تلميذ السنة الخامسة ابتدائي في مرحلة التعليم الابتدائي كسؤال أول وتسولت كثيرة تطرح ما هو هذا نظام تقييم المكتسبات لتلميذ السنة الخامسة من مرحلة التعليم الابتدائي كما هو معلوم نهاية التعليم الابتدائي كانت تنتهي بامتحان التعليم الابتدائي يأتي هذا الامتحان وهو امتحان تقييم مكتسبات كعوض أو تعويض لامتحان شهادة التعليم الابتدائي حيث يهدف إلى تقييم مكتسبات التلميذ انطلاقا من الكفاءات المستهدفة والمبرمجة في المناهج الدراسية يحدد هذا الامتحان مستوى اكتساب الكفاءات والمرصودة في المنهج يقوم كذلك هذا الامتحان بتشخيص النقائص في تعلمات تلميذ السنة الخامسة ابتدائي بغرض المعالجة هذا كتعريف لامتحان تقييم كفاءات تلميذ السنة الخامسة هذا من جهة ما يمكن أو ما يجب أن نعرفه عن هذا الامتحان يعني ركسباغ وانشرتوله في المقدمة التي تفضلتمون بها هو أنه امتحان شامل لما درسه التلميذ في السنة الخامسة النقطة الثانية يجب أو يتم ضرورة اجتيازه من طرف كل التلميذ المتمدرسين هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة يتم انتقال التلميذ إلى السنة الأولى متوسط باحتساب المعدل السنوي للتقويم المستمر ديونسيوه هذا يعني أن امتحان تقييم المكتسابات لا يدخل في معدل احتساب أو انتقال التلميذ إلى السنة الأولى متوسط هذه هي النقطة ربما لنركز عليها أنه هذا التقييم لا يدخل في عملية الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط نعم الشيء الذي نعرفه أنه هذا التقييم ما ستكون عنده نقطة كما هو معمول به في الامتحانات ولا ما نعرفه نحن على الامتحانات أنه يختم بنقطة أو معدل معين هذا الامتحان مبني على عدة معايير هذه المعايير تقيس مدى استيعاب أو مدى تملك التلميذ الكفاءة حيث أنه دخلوا في بعض المعايير مثل المعايير الموجودة تملك أقصى تملك جزئي تملك مقبول تملك جزئي تملك محدود هذا وش معنتها؟ هذا يعني أنه لا يوجد هناك نقطة هناك كفاءات مبنية على مجموعة من المعايير تملكها التلميذ أم لا إذا تملكها بشكل جيد نقول تملك أقصى إذا تملكها يعني بنوعا ما مقبول أو مشبهة نقول تملك مقبول إذا كان تملك يعني قليل نوعا ما نقول تملك للكفاءة جزئي وإذا كان يعني التلميذ ليس لديه هذه الكفاءة نقول أنه تملكه للكفاءة فهو محدود هذا الشيء الذي نقدرون أن نركز عليه في هذا الامتحان نكمل لك نقاط أخرى امتحان تقييم مكتسبات لا يحتسب في قبول تلميذ في السنة الأولى متوسط هذه النقطة نشير لها النقطة التي هي مهمة ونقطة مهمة جدا لا بد من مشاركة كل التلميذ في هذا الامتحان لماذا؟ لأن عدم مشاركة تلميذ في الامتحان يحريمه من الانتقال إلى السنة الأولى وهذه النقطة الجوهرية في هذا الامتحان يعني إلزامية المشاركة ولكن الامتحان لا يدخل في تقييم أو لا يدخل في احتساب معدل النجاح بالنسبة لسنة الأولى متوسط نعم طيب كذلك أستاذ ربما ما هي الغايات ربما والأهداف من إجراء هذه التقييمات لتلميذ السنة الخامسة ابتدائي؟ شوف أستاذ على كل حل لكل مشروع غايات ولكل مشروع أهداف تسعى من وراءها وزارة التربية الوطنية لبلوغ غايات من شودة ربما هذا العام يعتبر عام أول ولكن هذه الغايات وهذه الأهداف سنقطفو ثمارها في السنوات المقبلة وتكون بشكل عادي ولكن الشيء الذي نرى من خلال ما تتبعنا لهذا الموضوع هناك غايات الغاية الأولى أنه هو امتحان تشخيصي ضوء بعد تكويني عكس يعني ما كنا نقوم به هو امتحان تشخيصي مع طرحا شخصه نقاط القوة شخصه نقاط الضعف مدام كي نقاط ضعف إذن لابد لنا من المعالجة قبل ولوج تلميذ إلى السنة الرابعة السنة الأولى متوسط هذا الهدف الأول الهدف الثاني تلميذ التعليم المتوسط تلميذ تعليم السنة الخامسة ينتقل إلى السنة الأولى متوسط حاملا معه دفتر هذا الدفتر يسموه دفتر كفاءات يشخص فيه التلميذ أو يشخص فيه كل كفاءات عناصر القوة عناصر مواضع الثغارات التي يعاني من هذا التلميذ حيث يستقبل الأستاذ تعليم متوسط التلميذ بدفتر نقدرون نقوله إحنا ولا نقدرون شخصه دفتر صحي في المجال المعرفي هكذا يمكن أن نقوله أنه تكون فيه مراقبة مستمرة وحتى أستاذ التعليم المتوسط يعني يكون على علم على مدى معرفة هذا التلميذ ويعرف قدرات ومهرات كل تلميذ أكيد مدى مرح التلميذ هذا يعني رح يطلع بدفتر صحي وهو على كل حال أو دفتر نقوله إحنا دفتر كفاءات يشخص فيه كل يعني الشيء اللي يعاني منه تلميذ سواء في المواد المواد علمية أو مواد أدابية أو فهم منطوق أو مشبه ذلك أكيد رح يكون يعني أستاذ تعليم متوسط عنده نقدرون نقوله إحنا كل المعلومات التي من شأنها أن يجعلها قاعدة لبناء تعلمات جديدة لبناء تعلمات جديدة ضيف إلى ذلك حتى أستاذ يعني أستاذ التعليم الابتدائي لأنه نعرف إحنا بالامتحان هذا رح ينتهي في 25 ماي يكون الأستاذ التعليم الابتدائي عنده حوصلة على التلميذ نتاعه اللي رح ينتقل إلى سنة الخامسة وربما يكون هناك يعني أو في خلال هذه الفترة تكون يعني معالجة لبعض النقائص الموجودة أو بعض الثاغارات أو بعض التعثرات اللي يعاني منها هذا التلميذ طيب أستاذ ماذا عن الفترة الزمنية لإجراء هذه التقييمات أظن حوالي الشهر الفترة تنطلق يعني من يوم الأحد اللي هو 30 أبريل إلى غاية 25 ماي يعني نشوف المدة نوعا ما هي مدة طاويلة امتحان كل يوم لكن لو يعني نقوم بعملية حسابية التلميذ رح يمتحن حوالي 12 ساعة و45 دقيقة في هذه السبع وعشرين يوم هناك يعني كنحسبوه من 30 حتى الـ 25 كنين سبع وعشرين حوالي شهر لكن مدة الامتحان الفعلية لأنه رح يكون امتحان كل يوم تتخلى له فترة تراحة مثلا ندو مثال مثلا في اليوم الأول رح يدير الرياضيات أو اللغة العربية 45 دقيقة من بعد يخرج 4 ساعة يعني يرتاح فيها يعني ولكن مدة الامتحان لو نحسبوها بالساعة رح تكون في هذه المدة في هذه المدة اللي هي مدة شهر هي 12 ساعة و45 دقيقة فقط هي مدة امتحان تلميذ سنة الخامسة ماذا عن الإشراف ككل يعني؟ الإشراف على كل حال بدأ من شهر فيفري بدأ من شهر فيفري قامت وزارة التربية الوطنية بوضع مناشير اعتمد عليها سادة مديري ثانويات مديري المدرسة الابتدائية حيث قاموا بتسجيل تلميذ في الفضاء الرقمي قاموا كذلك بدورات مديرية التربية قامت كذلك بدورات تكوينية لسادة مفتشي التعليم الابتدائي وحثيهم على مجموعة من نقاط تم اعتمادها في اعداد المواضيع تقييمات الكتابية الامتحان وكانت انتهت قبل 13 أفريل من بعد طبع مواضيع التقييمات الكتابية وعلى كل حال بالمناسبة في المؤسسة التي أشرف عليها كانت مركز طبع مواضيع امتحان حيث انتهت العملية في ظروف عادية 25 أفريل كانت انتهت كل طبع المواضيع تسلم هذه المواضيع بإذن الله يوم أو يومين قبل الامتحان معانته ستكون يوم السبت أو الجمعة تسلم إلى مديري المؤسسات التربوية التي سيمتحن فيها التلاميذ تحت إشراف أساتي ذاتهم وتحت إشراف مدير مؤسسة نوعا ما الصبغة لمدتها وزارة تربية الوطنية لهذا الامتحان نوعا ما ماشي كما الامتحانات الرسمية امتحانات الرسمية نوعا ما كانت تلاميذ ينتقلوا من المؤسسة إلى مؤسسة وربما يحصوا مؤسسة إذا وحد آخرين ويكون تحت إشراف يعني طاقم إداري وحد آخر الشيء اللي كان في هذا الامتحان أنه التلميذ رح يمتحن في القسم نتاعوا مع الأستاذ نتاعوا مع المدير نتاعوا بالتالي تكون ربما ونقدرون نقوله تكون هنا راحة نفسية نوعا ما على التلاميذ كذلك هذه الامتحانات يعني تكون يوم بعد يوم بعد يوم معناتها تكون هناك نظر أرياحية كبيرة بالنسبة للتلميذ عكس ما هو يعني أو عكس ما كان في الامتحان السابق طيب أنتم في نقابة سنتيو ربما عندكم بعض المقترحات التي تقدموها خاصة عندما نتحدث عن الغيابات في خلال إجراء هذه التقييمات بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي أستاذ حيث يعني لا يسمح بالغياب خلال إجراء هذه التقييمات نحن في النقابة الوطنية لعمل التربية كان عدنا يعني اقتراح أو رأي من خلال تغريدة المسؤول التنظيم السيد قويدر نجيب يحياوي حيث اعتبرنا أن مدة الامتحان ثلاثين يوم نوعا ما تكون نوعا ما مرهقة نوعا ما على الجماعة التربوية هذه النقطة الأولى نقطة الثانية امتحان أو غياب تلميذ أو ضمان حضور تلميذ لمدة يعني 27 يوم هو نوعا ما صعب جدا ربما تكون هناك ظروف قاهرة تمنع التلميذ من حضور امتحان معين وبالتالي بناءا على المنشور يقول باللي عدم اجتياز تلميذ الامتحان يقصى من الولوج أو من الانتقال إلى الرابعة المتوسط وهذا الشيحنا شفنا يعني بشتضمنه لمدة 27 يوم هو نوعا ما صعب في تحقيقه صعب في تحقيقه لأنه نعرف ربما تكون كين ظروف قاهرة تمنع التلميذ باش يروح يدير امتحان وبالتالي ما ما صير هذا التلميذ والشيء اللي أكثر من ذلك لما يكون تلميذ ممتاز يعني ربما يكون متحصل على نقاط ممتازة في التقييم المستمر هنا طريقة المعالجة على كل حال أنا كنت احتكيت بجموعة من المفتشي تعليم الابتدائي قال لك قاعدة السلطة التقديرية لمدير المؤسسة لكن هذه السلطة التقديرية تبقى يعني سلطة تقديرية تبقى سلطة تقديرية هذه وكنا احنا قدرنا اقتراح لوزاة التربية الوطنية قلنا من خلال تصريح سيد مسؤول تنظيم قويدر نجيب يحياوي قلنا باللي أو طالبنا بها بإسقاط صفة الإلزامية ومنح المتعلم الحرية في إجراء في إجراء الامتحان أو الامتناء أو إدخال هذه التقييمات إدخالها بشكل معين في انتقال التلميذ إلى السنة الأولى متوسط هذا الاقتراح الذي كنا در نحت يعني نعطي هذا الامتحان نوعا ما جزء من كما احنا نقول الجدية في في يعني في اعتماده وفي اعتباره كمعيار الانتقال للسنة الأولى متوسط طيب نواصل النقاش معك أستاذ أستاذ بوسالم سيد أحمد مشاهدين النقاش متوسل نتوقف عند فاصل إعلاني ثم نعود أعود لكم جديد مشاهدين لاستكمال ما تبقى من برنامج التساولات مع ضيفي في البلاتو الأستاذ سيد أحمد أبو سالم عضو المجلس الوطني لنقابة أسنتيو مرة أخرى أرحب بك أستاذ إذن في المحور الثاني لنقاش أستاذ سنتحدث عن قرار رئيس الجمهور سيد عبد المجيد تبون بتوظيف 12 ألف أستاذ لتعطير الرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي هذا القرار الذي ثمنته كثيرا هذا القرار الهم خاصة لما لرياضة المدرسية من أهمية كبيرة على تلميذ المرحلة الابتدائية بالمناسبة أستاذ منذ اعتلاء سيد عبد الكريم بوجناح النقابة الوطنية عمال تربية وبالمناسبة هو أستاذ تربية بدنية وذكرها مدينة متوسطة كان نادت النقابة الوطنية لعمال تربية أكثر من مرة بفتح مناصب مالية بالنسبة للرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي هذه كمقدمة من 2003 ونحن نقابة نادية بفتح أو يعني إعفاء أستاذ اللغة العربية من التربية البدنية في التعليم الابتدائي ومنحها لأساتذة متخصصين وبياناتنا ويعني راها في الموقع من أرد أن يطلع عليها وهذه يعني شهادة التاريخ والذي يشهد عليها هذا النقطة الأولى نقطة الثانية نحن في النقابة الوطنية العمال التربية قلنا ثمننا هذا القرار ونقدر نقوله هو قرار مهم جدا وقرار في صالح المدرسة الجزائرية في صالح المدرسة الجزائرية يعني من خلال استقطاب أو من خلال استخراج النخب نخب الرياضية في المدرسة الابتدائية لأن المدرسة الابتدائية تعتبر مهد لكل الكفاءات وكل يعني النشاطات وبالتالي حتى التربية البدنية نقدره لما اليوم يعني يكون عندنا متخصين في تربية الرياضية رايحين نكتشف نخب في وقتها مشي بعد يعني مشي بعد طول زمان يعني طرق هذا القرار لأنه بين المكاسب اللي حيحققها هذا القرار هو فيه مكاسب على المستوى البداغوجي المهني الاجتماعي والاستراتيجي كذلك نعم نعم قلنا هذا القرار جاء بنقطتين هامتين هما إعداد مخطط قاعدي أمام النشأ كخزان للنخب الرياضية الأمر الثاني اللي هو أمر مهم جدا اللي هو توظيف 12 ألف أستاذ متخصص في التربية البدنية في التعليم الابتدائي على كل حال هذا شيء يعني يحسب للدولة ويحسب يعني لوزارة التربية الوطنية خلال الإصلاحات الأخيرة الإصلاحات الأخيرة في التعليم الابتدائي يعني لا يمكن جحدها يعني كل فاعل للقطاع التربية يتمنوه نبدأوا من يعني استحداث رتبة مربي في التعليم الابتدائي إلى التعليم الإنجليزية إلى اليوم استحداث أستاذ التربية البدنية إذن هي قرارات كلها لصالح أستاذ التعليم الابتدائي ولصالح المدرسة الجزائرية أهداف هذا القرار هو ترقية التربية الرياضية في الوسط المدرسي حيث يصبح تصبح المدرسة الابتدائية خزان للنخاب الرياضية وسيتم اكتشافها في حينها في حينها هذا النقطة الأولى النقطة التانية والتي تحكس مصداقية هذا القرار هو إنشاء مديرية عامة للرياضات المدرسية على مستوى وزارة التربية الوطنية هذا يعني يعكس المصداقية والتي سيكون دعم لهذا القرار من خلال تجسيده على أمر الواقع هذه كحوصالة بالنسبة لهذا القرار هذا القرار أكيد ستكون له آثار إيجابية على عدة مستويات نبدأ على أول مستوى وهو المستوى المهني كما تعلم أستاذ أن أستاذ التعليم الابتدائي كان يعاني مجموعة من المشاكل ومجموعة من الصعوبات في مرافقة التلاميذ اليوم سيقف نوعاً من حصة أستاذ من حصة اللغة العربية من حصة التربية البدنية وبالتالي يوجه التلميذ إلى أستاذ ثاني وهو أستاذ متخصص هنا سيخفف العب ويخفف الحجم الساعي بالنسبة لأستاذ للغة العربية بالنسبة لأستاذ اللغة العربية هذا هذا على المستوى المهني ن kriegen على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي توظيف 12 ألف أستاذ معناتها هذا يعكس جهود الدولة في محاربة شبح البطالة يعني اللي راح يعاني منها خريجي الجامعات وخصوصا تخصص التربية البدنية لأنه علاش لأنه أستاذ تربية البدنية اللي اليوم راح يقررينها تربية البدنية راح يكون أو راح يشترط فيه التخصص هذا بالنسبة للمستوى الاقتصادي نجو الأثار الإيجابية على المستوى العالمي يساهم هذا القرار في ترقية المدرسة الجزائرية من خلال تجسيد توصيات الميثاق الدولي للتربية البدنية والنشاط الرياضي لليونيسكو حيث أنه تنص المادة ربعة في هذا الميثاق على أن يتم تدريس دروس مادة التربية البدنية من أساتذة التخصص في كل الأطوار بالمناسبة كان لدينا في الطور الثانوي أساتذة التربية البدنية كان لدينا في الطور المتوسط أساتذة التربية البدنية في ممارسة هذه الرياضات هذا بالنسبة للمستوى العالمي نجي إيجابيات لهذا القرار على المستوى الاستراتيجي كما هو قلنا أو كما تم ذكره أن هذا القرار يعتبر دعم لتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ما هو معمول به يعني أنه كان تلميذ ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمارس الرياضة لكن لما سنمد دروس هذه الدروس يقوم بها أستاذ متخصص في التربية البدنية يعني أكيد أنه لديه كفاءات هذا الأستاذ ومهارات اللي سيكيف بها الرياضات المدرسية حتى تستقطب هذه الفئة اللي هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هذا بالنسبة لإيجابيات هذا القرار ومن هذا المنبر كذلك وهذا نظن كتنادت به النقاب الوطني وعمل التربية في أكثر من مرة ولا يزال هو ربما لنعتبروه حل ربما لبعض المشاكل التي أو بعض النقائس أو بعض الكفاءات التي يعاني منها التلاميذ هو استحداث أساتذة للمواد العلمية في التعليم الابتدائي وترك أستاذ اللغة العربية يعني أو أستاذ اللغة العربية للمواد الأدبية هذا الثاني كنا ندينا به أكثر من مرة والذي نشوفه ربما هو حل لبعض الإخفاقات التي نرى نشوفها بالنسبة للتلاميذ سوف التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط بالنسبة للمواد العلمية طيب أستاذ مدام تحدثنا دائما عن الرياضة المدرسية يعني الآن النشاط الرياضي يعتبر كنشاط طربوي وهو جزء من العملية التربوية والتعليمية أكيد النشاط الرياضي لأنه الآن الرياضة تعمل على تطوير القوة البدنية وحتى الذهنية للتلميذ شوف أستاذ تلميذ يقدر يتعلم وهو يلعب ولما يكون كين أستاذ متخصص يقدر يدمج له في هذه الرياضات أو في هذه النشاط البدني الذي يمارسه التلميذ يقدر يدمج له فيه كفاءات لأننا عدوها كفاءات تربوية يعني كفاءات تربوية هذه الكفاءات تطور كفاءة أو تطور ذهن التلميذ وبالتالي حتى التربية البدنية أو هذه التربية البدنية فهي عبارة عن تربية عبارة عن تربية وتعلم وتعتبر كجزء من هذا المنهج الدراسية أستاذ الآن بناء على كل هذه المعطيات التي تحدثنا عليها عندما نتحدث عن نظام تقييم مكتسبات لتلميذ السنة الخمسة من مرحلة التعليم الابتدائي الآن تحدثنا عن هذا الملف الجدهام الرقاضة المدرسية مع بداية السنة في إصلاحات كثيرة عرفتها المدرسة الجزائرية من خلال لوحات الرقمية وصلنا إلى مدرسة رقمية إدخال اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي السنة الثالثة يعني الآن إصلاحات كثيرة عرفها قطاع التربية الوطنية عرفتها المدرسة الجزائرية هل يمكن أن نقول أن قطاع التربية الوطنية أخطى خطوات كبيرة عندما نتحدث عن تطوير المدرسة؟ أستاذ كل هذه الإصلاحات وكل هذه التغييرات تصب في غاية واحدة وهي الغايات المرسومة والمنشودة للدولة الجزائرية هي ترقية المدرسة الجزائرية ولما نتكلم عن ترقية المدرسة الجزائرية نبدأ بالتعليم الابتدائي نبدأ بالتعليم الابتدائي الشي الذي سجلناه وشي الذي شفناه خلال هذه السنة الدراسية هناك إصلاحات هناك قرارات نثمنها نحن كنقابة ولا نثمنها نحن كجماعة تربوية نبدأ كما تفضلت من اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة متوسط والعام الجي إن شاء الله يكون عندنا سنة ثالثة وسنة رابعة نبدأ من اللوحات الرقمية ونظن كانت وزارة التربية الوطنية أمرت بنوعا ما توسعت توزيع اللوحات الرقمية على المؤسسات وبالتالي هنا نسعى إلى ربما تغطية أو تعميم المؤسسات التربوية باللوحات الرقمية وهذا شيء إيجابي جدا نجو اليوم اللي هو قرار قلنا قرار هام وهام جدا اللي هو يعني قرار تعليم التربية البدنية من أستاذ المتخصين هذا كله يصب في ترقية المدرسة الابتدائية يصب في تخفيف العبع على أستاذ التعليم الابتدائي يصب في الوصول إلى تعليم نوعي يصب كذلك قلنا في منح التلميذ يعني إيجابة على التحصيل العلمي للتلميذ يصب في منح التلميذ كفاءات ومهارات هذه الكفاءات والمهارات من شأنه أن يدخل بها أو أن يقوي بها نفسه للدخول إلى مرحلة التعليم المتوسط وأكيد معناتها بشيكون كاين إصلاح في التعليم المتوسط أكيد إصلاح في التعليم التانوي لا يبد من أن يكون إصلاح في التعليم الابتدائي يعني إصلاح جذري وإصلاح يعني واعي وإصلاح هادف حتى نصل إلى هذه الغايات المنشودة خيب أستاذك سؤال أخير ونحن على مقربة ونسير نحو توريخ الامتحانات الرسمية عندما نتحدث عن امتحان شهادة تعليم المتوسط وكذلك امتحان شهادة الباقالوريا رسالتك إلى كل التلميذ يعني عندما نتحدث عن هذه الامتحانات الرسمية والمصيرية كيف يعني يتم الإعداد والتحذير لها أسبوع على كل حال بالنسبة لامتحانات الرسمية نظل يعني أبنائنا التلميذ كانت فات حصة عندكم هنا في القناة كنا وجهنا أبنائنا التلميذ لطريقة الحافظ نظل التلميذ يعني اللي يكون واعي بالامتحان اللي رح يجوزه عملية الدراسة كانت من شهر أكتوبر أو من شهر سبتمبر مع أنتها التلميذ الممتحنين نظن قرأوا وتحصلوا على الكفاءات تبقى درك يعني مراجعة أو ربما استدراك بعض الدروس اللي هو يشوف رحوا فيها نقص أنا الشيء اللي رح ننصح بها أبنائنا التلميذ هو عدم مغادرة عدم مغادرة المؤسسات التربوية يعني لاحظنا في بعض المؤسسات أنه تلميذ الأقسام النهائية يقول لك خلاص ذكر رح ندير دروس الدعم وشابه ذلك لا احنا نقول باللي على التلميذ معلش الإضافة شيء إيجابي يعني تقرأ الدروس تروح تدير إضافة هذا شيء إيجابي لكن باش تتخلى على الدروس الحضورية اللي هي اللي رح تبنى عليها امتحانات وتروح تتبع يعني دروس الدعم هنا ربما يعني رح تلقى روحك في مأزق أنت في غناء عنه وبالتالي الشيء اللي قد نصح به ولداتنا أو أبناء للتلاميذ هو يعني التزام برزنامة أو التزام بالدروس الحضورية داخل المؤسس تربوية هذا من جانب جانب الثاني اللي نصح به الأولياء هو عدم ممارسة الضغط على التلميذ التلميذ الشيء اللي رح تسبو درك خلال هذا يعني 6 شهر اللي قرأهم وال7 شهر يقدر يدخل به ويقدر يجيب به باكالوريا لو تكون عنده نفسية مرتاحة لكن ربما يعني عنده معلومات وعنده كفاءات وعنده مهارات ولكن لسبب أو لسبب آخر يدخل للمتحان وهو في نفسية مضطربة لا يقدر يجيب على المتحان هذا من جانب الجانب الآخر نقول أنا للتلميذ إذا كنت تريد شيء فأنت تستطيع أن تحقيقه وبالتالي ينظن أي تلميذ في تعليم المتوسط سنة ربعة متوسط أو في شهادة الباكالوريا تلميذ اللي قرأ وحضرت دروس وعاود لجع الدروس قادر أنه يجوز باكالوريا ويجيبها إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل التلميذ ولكل الأسرة تربوية شكرك جزيلا شكرا للأستاذ سيد أحمد بوسالم عضو المجلس الوطني للنقابة سنتيو شكرا لك أستاذ على هذه المدخلة وعلى كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا كنت ضيفي في برنامج تسألات شكرا لك أستاذ وبالتوفيق إن شاء الله شكرا مشاهدين بهذا نصل إلى ختام برنامج تسألات لنهاري اليوم تحياتي الخاصة والخالصة لكم والسلام عليكم